موسيقى توقعات بتراجع النمو الاقتصادي وانخفاض دخل الفرد تطلع يشير إلى أن 56% يؤيدون وقف اللجوء نهائيا ارتفاع في بطالة الشباب بسبب الحرب في سوريا وفيينة تسمح لراكب الدراجات بتجاوز الإشارة الحمراء الشرطة تعتقل مئة من نشطاء المناخ في أسبوع واحد انقاذ السوري يافع بحالة سيئة على جبل حدودي مع سلوبينيا مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم توقع معهد البحث الاقتصادية فيفو بتراجع النمو الاقتصادي في النمسا هذا العام بنمو مقداره 0.2% مقارنة بتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 0.9% وبين أن هذا التراجع من شأنها أن يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من الدخل مما يثير المخاوف بشأن الاقتصاد والمعيشة في البلاد وفي الوقت نفسه تتوقع ألمانيا نموا بنسبة 0.2% حيث يأمل رئيس المعهد جابرييل فيلبر ماير يأمل في تحفيز الاقتصاد من خلال خفض تكاليف العمالة وتخفيض رسوم الشبكة لخفض أسعار الكهرباء أجرى معهد يونيك ريسيرت استطاع لأراء النمساويين حول فرض قيود على اللجوء شميلة 800 شخص بيّن فيه أن أكثر من 50% يؤيدون بشكل كامل وقف استقبال اللاجئين ودعم القيود ناخب حزبي الحرية والشعب بنسبة 87% و58% على التوالي بينما عارض ناخب حزبي نيوس والخضر بنسبة تصل إلى 70% فيما انقسم ناخب الحزب الاشتراكي حيث اتضح أن مواقف الأفراد تتماشى مع انتماءاتهم السياسية في حين عارض الأشخاص الحاصلون على مؤهلات علمية عارضوا وقف استقبال اللاجئين بينما أيده الأشخاص الذين لا يحملون شهادة الثانوية بيّن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزايد معدلات البطالة بين الشباب دون سن الخامسة والعشرين في النمسا حيث شهدت أكبر زيادة بنسبة 12% بين عامين وبيّن أن الأسباب تشمل الركض الاقتصادي وتأثير الحرب في سوريا حيث وصل عدد اللاجئين السوريين إلى 20 ألفا في 2022 وكشفت تقرير تحديات التوظيف والاندماج للمهاجرين خاصة أن 61% من اللاجئين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والخامسة والعشرين عاما لا يجدون القراءة والكتابة باللاتينية أعلنت مدينة فيينا عن استماح لراكبي الدراجات بالإنعطاف يمينا عند 469 إشارة مرور حمراء حيث تم تركيب علامات المرور المناسبة لذلك وقامت السلطات بتوسيع الإجازة لمائة وثلاثين موقعا إضافيا بعد الفحص الدقيق حيث تهدف هذه الخطوة لتعزيز جاذبية ركوب الدراجات وتقليل الإزدحام المروري مع استثمارات تصل إلى 35 مليون يورو في تطوير مسارات الدراجات في المدينة وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لتعزيز النقل الصديقي للبيئة وتحسين تجربة ركوب الدراجات في البيئة الحضرية أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن اعتقال مئة ناشط مناخي خلال الأسبوع الماضي بسبب قطع الطرق وتهديد الأمن وتم تحرير 3700 قضية ضد النشطاء منذ بداية العام الماضي وفرض غرامات وعقوبات صارمة عليهم وتأتي هذه الحملة بعد احتجاجات نشطاء المناخ في فيينا حيث قاموا بقطع الطرق وإغلاق بعض المباني الحكومية وأضاف الوزير أنه تم اعتقال 900 شخص منذ بداية العام الماضي مؤكدا أن السلطات تحضر المظاهرات التخريبية التي تسبب أضرارا كبيرة وتقوم الشرطة بإنهائها انقذت فرق الطوارئ شابا سوري يبلغ من العمر 14 عاما من منطقة جبلية حدودية بين النمسا وسلوفينيا في كارنتن وعثر متنزه على الشاب وهو في حالة من فقدان الوعي والبرد الشديد حيث قام باستدعاء الشرطة وفرق الإنقاذ وتم نقله بواسطة مروحية إسعاف إلى مستشفى كلاكينفورت ويشتبه بأن الشاب عبر الحدود بشكل غير قانوني حيث سيتم استجوابه في وقت لاحق وأكدت فرق الإنقاذ الجبلي أنه كان محظوظا بسبب العثور عليه في الوقت المناسب نشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا ونذكركم بضرورة تحميل تطبيق إنفوغراد على هواتفكم أطيب الأوقات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر